بتعملي ايه عبير علشان ما يجيلك شخصية صعبة قوي اوكي وتبقي فعلا عايزة تطلعيها زي ما هي مكتوبة او احسن كمان يعني انا ده تقلي من مخرجين يمكن المخرج الجميل اللي انا بحبه واللي فيه كمية فضيعة بينك وبينه المخرج مجدي احمد علي طبعا اوكي فهو قلي كده عليكي وكذا حد تاني واكيد سادة المشاهدين طبعا بيشوفوا لان انت كمان بتتلوني يعني من شريرة للسنة دي كنتي طيبة ايه فانتي النهاردة ازاي بتقداري تمسكي الشخصيات دي يعني بالطريقة دي بصي هو على المذاكرة بس لا يعني انا هقولك على حاجة هو طبعا اللي بيبقى مكتوب على الورق ده هو خط سير الشخصية لكن مش الشخصية يعني عمري ما مؤلف بيديكي شخصية اللي انتي بتطلع بيها على الشاشة دي هو مش مديها لك هو عاملك خط سير فقط وكلامها تقولي لكن الشخصية دي خلقها او انها تطلع بقت فلانا او علانا او ترتانا على الشاشة هو خلقك انتي وطبعا انا مش هقول انه ده دورك مية في المية ولكن هو دورك خمسة وتسعين في المية وفي خمسة في المية للمخرج اذا كان المخرج من المخرجين اللي بيحبوا يعني يدوا توجيه للممثل او كان مخرج مثقف او بيحب الممثل بتاعه او بيحب ممثل معين فبيحب دايما انه شوفه بطريقة معينة او كده فطبعا مسألة خلق الشخصية دي ليها 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 تفكير بقى يعني مثلا انا اكلمك عن نفسي انا مثلا بعد افكر ايه الحاجات الغير متوقعة اللي انا اعملها في الشخصية دي فلما تتشاف الناس يسيبها دهشة بسبب التفصيلة دي اللي انا خلقتها هنا والفكرة دي وبعدين افكر الشخصية دي انا دايما اهم حاجة دايما بيشتغل عليها تركيبة نفسية ودي جملة بتتقل كتير ولكن مش بتحصل كتير صح فانا بشتغل على فكرة ايه هي مركبات النقص بتاعتها ايه امراضها النفسية اللي مش ظهرة او اللي ظهرة ايه تاريخها ايه في طفولتها دايما نعود اقول كل شخصية ليها عقد ما من طفولتها وهي دي اللي بتأثر عليها فيما بعد وبعدين تقولي ان انت اول ما الانسان بيتكلم انت بتبدأي تعرفي على طول عقده ايه وتعرفي مركبات نقصه ايه وتعرفي هو يقصد ايه وتعرفي حاجات كتير مش هقولك من البادي لانجوج لا من كلامه فبتفهمي ساعات يقولي الجملة كده تقولي هو ليه حس مثلا بالدونية فجأة وقالي ده انا عندي عربية مش عارف احسن موديل ايه ايه واشتريتها بكام فانت تقولي ايه ميلي مثلا وليه قالي كده هو حس في اللحظة دي ان هو قوته اصادق انه راكب العربية دي فانت فهمتي على طول انه هو شخص من جواه ما عندوش ثقة في نفسه والحاجات اللي بتديله ثقة في نفسه هي الحاجات اللي بيمتلكها فمن هنا بقى هو اسمه فهم الشخصيات بتفهمي بقى فبتعرفي بقى هي في المشهد ده تتكلم كده ليه ولا ببص البصة دي ليه ولا كذا بناء على حاجة هي بقى عندها فدي مسألت صناعة بتفقري فيها مشاهدة وخدي بالك الفرجة كتير جدا على الاجنابي طبعا طبعا